السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة النهاردة الحلقة بنتكلم على مستقبل التعليم الفني في مصر او هنصح الكلمة نقول المستقبل للتعليم الفني في مصر بمعنى ان الدولة الوقتي اتجاهها للنهوض بالتعليم الفني في مشكلة كده بتيجي لطالب الاعدادية اخش سنوي ولا اخش تعليم فني طيب عشان تبتدي تاخد القرار دوت هنعرفك النهاردة التعليم الفني ده بيتكلم على ايه وايه الاقسام اللي انت ممكن تدخلها في التعليم الفني وهل من خلال التعليم الفني انا ممكن اخش كلية ممكن احقق حلمي طبعا تعليم الفني دلوقتي بقى على مستوى كبير جدا 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 في جميع انحق جمهورية مصر العربية في اهتمام كبير جدا من الاعلى المستويات القيادية في الدولة بالتعليم الفني احنا بنتكلم على التعليم الفني بصفة عامة وهنتكلم على التعليم التجاري بصفة خاصة طبعا احنا عندنا في الفترة القريبة اللي فاتت ديت تم كمان تدشين اكتر من خمس مدارس للتكنولوجيا طبعا ده خاص بالتعليم الفني عندنا توسع كبير جدا في مناهج الجدارات او التعليم القائم على الجدارات او ربط التعليم الفني بسوق العمل يعني ايه ربط التعليم الفني بسوق العمل الطالب كان بتخرج الاول وبيشوف نفسه هو عايز يخش او يشتغل ايه لا دلوقتي احنا هنشوف السوق هو محتاج ايه ويه باذن الله نخرج طالب جاهز للسوق طيب هل التعليم الفني في مصر فقط لا طبعا التعليم الفني في دول كبيرة متقدمة جدا استعانت في الفترة الاخيرة بالتعليم الفني يعني احنا لو قلنا على اسام الدول لها دلوقتي بتطبق التعليم الفني على اعلى مستوى هللاقي عندنا دول كبيرة جدا طيب دولة زي المانيا دولة زي الصين زي قرية زي امريكا كل دول بيهتموا حاليا بالتعليم الفني ومديلوا اولويات في الموازنات عندهم زي اتجاهنا بالزبط هنا دلوقتي القيادة العليا بتهتم بالتعليم الفني بدليل ان انا الوقتي يعني انا انا بتكلم دلوقتي على التلفزيون المصري عن التعليم الفني اذا ده اتجاه الدولة نهوض بالتعليم الفني طيب تعالوا نشوف مع بعض كده المستقبل للتعليم الفني تعليم الفني سبب رئيسي في تقدم نشوف الدول دي مين المانيا اليابان الصين كوريا امريكا الوقت المتحدة طبعا كل دول دلوقتي بيهتموا بالتعليم الفني طيب احنا كمان عندنا التعليم التجاري ده بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة مخصصة على التعليم التجاري يعني ايه تعليم تجاري ده فرع من فروع التعليم الفني هدفه حاليا في الفترة اللي احنا فيها ربط السوق اللي هو سوق العمل بالمناهج الدراسية بمعنى ايه تاني ربط السوق بالمناهج الدراسية في نظام جديد دلوقتي اسمه نظام الجدارات نظام الجدارات ايه نظام الجدارات ده؟ قائم على احتياج السوق او احتياجات السوق او ربط سوق العمل بالمناهج الدراسية يعني الطالب هيطلع من المدرسة في منهج واحد بمعنى في عندنا مثلا فني سكرتير فني او عندنا فني مبيعات او عندنا فني محاسب كل دي مهن دخلت جديدة في التعليم التجاري طب هو السؤال دلوقتي هو انا يا مستر استفيد ايه من التعليم التجاري وهل المناهج بتاعتنا مرتبطة بالواقع؟ طبعا ده احنا النهار ده عندنا مثال على منهج واحد هنشوف دلوقتي المنهج ده بيعمل معنا ايه وممكن نستفيد منه ايه عشان كده بنقول تعليم التجاري هو احد فروع التعليم الفني الذي يساعد على اعداد القوى البشرية العاملة المضربة لمواجهة احتياجات سوق العمل طيب من ضمن اهداف التعليم الفني ايه ربط المواد العلمية والمناهج بالسوق تاني من ضمن اهداف التعليم التجاري ربط المواد العلمية والمناهج بالسوق ودي من اهم اهداف التعليم التجاري طيب ايه ممكن المواد اللي تكون مرتبطة بالتعليم التجاري وبسوق العمل عندنا انت بتخش التعليم التجاري بتتعلم ايه في التعليم التجاري طبعا انا الحلقة مخصصة للتعليم التجاري طب بنتكلم على ايه في التعليم التجاري احنا بنتكلم على بعض المواد الخاصة بمجتمعنا والخاصة بربطها بسوق العمل عندك اما بتخش التعليم التجاري بتتعلم المحاسبة بانواعها سواء كانت طبعا بتتعلم الاول اصول المحاسبة بعد كده بتتعلم محاسبة حكومية محاسبة ضربية شركات مساهبة جميع انواع المحاسبة طب انا يا مستر استفيد ايه بالمحاسبات دي طبعا سوق العمل انت عندك ممكن تشتغل محاسب او في بنك او حتى تتجري العمل الخاص يبقى عندك فكرة عن المحاسبة هتاخد كمان مواد تانية زي السكرتاريا السكرتاريا او اعمال السكرتير سواء كان باللغة العربية او باللغة الانجليزية لانك بتاخد سكرتاريا عربي وسكرتاريا فرنجي كمان الشيء الاساسي عندنا دلوقتي الحاسب الالي والتقدم التكنولوجي في علوم الحاسب الالي دلوقتي كمان مناهج الجدارات دي مناهج قيمة على استخدام المواد التجارية باستخدام الحاسب الالي يعني ايه يعني احنا هنستخدم المحاسبة ازاي نعملها على الحاسب الالي عن طريق البرامج سواء البرامج او الاكسز او البرامج اللي يتم استخدامها على الحاسب الالي طب ده بيفيدنا بايه بيفيد ان انا بطلع طالب من التعليم التجاري قادر على مواجهة سوق العمل طالب من التعليم التجاري معاتش النظرة الدونية للتعليم التجاري لان كان الاول يقولك لا انا ما خشش دبلوم سواء كان تجاري او صناعي لا دلوقتي لا انت بتخش التعليم التجاري بتتعلم مناهج على مستوى عليه جدا في دلوقتي تحديث للمناهج وقلنا في مناهج قائمة على الجدارات والجدارات دي بتتطبق في التعليم الصناعي والتجارة والزراعة منهج الجدارات ده عبارة عن ايه عن منهج بيطلع طالب تلات سنوات بيدرس الحاجة اللي السوق محتاجها يعني السوق محتاج مثلا فني مبيعات انت طالع دارس كل ما يخص فني المبيعات وبايه كمان باستخدام التكنولوجيا الحديثة يعني هي التكنولوجيا الحديثة يعني هنستخدم كمان الحاسب الآلي في المناهج ديت عندنا كمان مواد خاصة بإدارة المشروعات المواد ديت بتعرفك ازاي تعمل مشروع وازاي تعمله دراسة جدوى وازاي لو انت عايز تتجه للعمل الخاص بس باسلوب علمي كل ده موجود في التعليم التجاري عندنا كمان مواد تانية عندنا مواد ثقافية بتتعلم العربي والانجليزي واللغة الفرنسية كل ده بتتعلمه في التعليم التجاري عندنا كمان مادة قانون العمل اللي هي حلقتنا النهاردة طيب حلقتنا ازاي وازاي قانون العمل ده مهم قانون العمل ده لو انت ان شاء الله بإذن الله بعد ما تتخرج وتحصل على الشهادة انت بدرستك لقانون العمل في التعليم التجاري قانون العمل بياخدك من اول ما تبتدي تفكر تشتغل لحد ما تطلع معاش بيفهمك حقوقك ايه واجباتك ايه نوع اجازاتك ايه وده اللي هناخده النهاردة في الحلقة بالتفصيل نوع اجازات اللي انا اخدها ايه مثال على منهج واحد منهج قانون العمل وربطه بي المجتمع وازاي نتطالب في التعليم الفني استفيد من الموضوع دوت اننا اقدر اننا استفيد من قانون العمل في اننا اقدر اننا اواجه السوق لما اشتغل في مكان ابقى عارف حقوقي طيب قانون العمل ده ايه قانون العمل ده ده مادة اسمها قانون العمل او قانون رقم 12 لسنة 2003 القانون ده يطبق على القطاع الخاص النهاردة الحلقة بتاعتنا مقسمة كده لاجزاء هنبتدي نتكلم على قانون العمل وعلاقته بسوق العمل اه هنحدد مفهوم قانون العمل هنوضح اهمية قانون العمل اه نطاق تطبيق قانون العمل والتواقف اللي بتخضع لقانون العمل والاحكام اللي استحدثها قانون العمل نبدأ باول علاقة قانون العمل وعلاقته بسوق العمل طيب مبدأيا كده ناخد بعض المعلومات البسيطة احنا عندنا حوالي في مصر هنا حوالي اكتر من واحد وعشرين مليون عامل واحد وعشرين مليون عامل مقابل ستة مليون موظف تقريبا يعني في الجهاز الاداري للدولة يعني العمال اضعاف اضعاف عدد الموظفين معنى كده ان كان لازم المشارع اللي بيحط القانون يعمل قانون يليق بعمال مصر الحقيقة قانون العمل ما سابش حاجة الا وقالها طيب احنا بنعمل القانون ده ليه عشان نربط القانون ده بالتشريعات الاجتماعية والمجتمع اللي احنا عايشين فيه القانون بتاعنا يتناسب مع عاداته وتقاليده هتقول لي عاداته وتقاليده اه طبعا لان احنا العمال دول اصلا العمال دول مش كلهم رجالة العمال رجالة ونساء واطفال اه القانون نظم عمل الاطفال يبقى اذا كان لازم القوانين اللي تطلع طباعي عمل النساء طباعي عمل الاطفال طباعي عمل الرجال لو مثلا عامل اصيب كل ده مادة قانون العمل الحياة مادة شيقة جدا والمادة دي هتقدر بعد ما تخلص انت في شغلك او في دراستك تقدر تستبيت بيها في حياتك المقبلة لانه تعرفك حقوقك طب هو يعني ايه قانون عمل كلمة قانون عمل يعني احنا لسه قالين من الاول عندنا 21 مليون عامل كان لازم نعمل لهم قانون والقانون ده هيوضح القانون اصلا يعني اي قانون في الدنيا بيبقى مجموعة قواعد بتحكم علاقة طيب احنا في العمل هنا هتحكم العلاقة بين مين ومين هتحكم علاقة ما بين اتنين مين هما الاتنين دول صاحب العمل والعامل المشارع ايجا حط قانون يوضح العلاقة وبيحكم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل طبعا مقابل ايه مقابل ان يبقى فيه تبعية من العامل لصاحب العمل يعني العامل ده شغال تحت ضابط وإشراف وتوجيه صاحب العمل طبعا مقابل أجر يعني لما بنيجي بنقول قانون العمل ده يعباره عن إيه ده قانون موجود عشان يوضح أو ينظم العلاقة اللي هتنشأ ما بين عامل وصاحب عمل عشان ما يبقاش في اختلاف إمتى العلاقة دي تنشأ لو فيه تبعية ما بين العامل وصاحب العمل طب إمتى التبعية هيتم نشأها لما يفعل عقد العمل وهنتكلم على عقد العمل بالتفصيل بس قبل ما نخش في عقد العمل عايزين نعرف أنواع قانون العمل إيه ويطبق على مين وما تطبقش على مين وإيه الفئات المستثناء منه وهل في حوق إضافية آه طبعا أي عمل في الدنيا أي عمل في الدنيا يعني لو أنت بتتفرج عليها كده أي حد شغال في الدنيا شغال حاجة من الاتنين يا شغال عمل عام يا شغال عمل خاص ما فيش حاجة تالتة يا عمل عام يا عمل خاص طب واحدة واحدة علينا كده إيه الفرق بين العمل العام والعمل الخاص هقولك الفرق العمل الخاص هو العمل الذي يتم تحت سلطة شخص من أشخاص القانون الخاص برضو يعني ما فهمناش هقولك يعني لو أنا شغال في مصنع أو في شركة مين اللي هيحكمني هتقول لي صاحب العمل هقولك لا مصاحب العمل اللي هيحكمك القانون الخاص هو اللي هيحكمك لكن اللي هينفذ القانون ويفعله هو صاحب العمل عشان كده بنقول العمل الخاص هو العمل الذي يتم تحت السلطة او شخص من اشخاص القانون الخاص يعني اشخاص القانون الخاص يعني الشخص ده هو اللي بيمثل القانون الخاص يعني انا شغال مثلا في شركة او في احد المصانع وجيت تغيبت يوم او اتنين او تلاتة فيجي صاحب العمل خصم لي هو بيخصم ليش كده من دماغه او حسب اهواه الشخصية لا ده ما يجي يخصم لقوله ده كتير يقول لي لا ده القانون اللي بيقول قاله قانون قانون العمل يبقى العمل الخاص هو العمل الذي يتم تفعيله تحت شخص من أشخاص القوانين الخاصة أما العمل العام هو العمل الذي يتم تحت شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة يعني إيه؟ تاني هو العمل الذي يتم تحت إدارة شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة يعني ايه يعني انا كنت شغال مثلا في جاة حكومية جاة حكومية لها مدير المدير ده بيمثل القانون العام باعتباره سلطة زاد سيادة يعني ايه يعني هو اللي معا السيادة في تنفيذ القانون يبقى عموما العمل نوعين عمل عام وعمل خاص طب القانون العمل ده معمول لمن معمول للعمل الخاص اذا قانون العمل لا يطبق على العمل العام اللي هم باللغة بتاعتنا كده اي حد شغال في الحكومة موظف او في الجهة ادابية او في حكم محلي او 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 كل دول غير قاضعين ليه قانون العمل او ما بتطبقش عليهم قانون العمل انما مين اللي بتطبق عليه قانون العمل العمل الخاص العمل اللي ايه الخاص هلاقي حد دلوقتي بيقول لي طب استنى بس طب ما انا شغال عمل خاص بتطبقش علي قانون تاني طب ما انا شغال عمل خاص اه انا عندي محل ومفيش قانون بتطبق علي ايه انا عندي عوابية ومفيش قانون بتطبق علي والله انا شغال مش عايف ايه عندك حق ليه بقى عندك حق لان العمل الخاص تلت انواع تاني العمل الخاص تلت انواع ايه هم التلت انواع دول عمل مستقل وعمل مشترك وعمل تابع تاني تلات انواع للعمل الخاص مستقل ومشترك وتابع طب ايه الفرق العمل المستقل هو العمل الذي يستقل للشخص فيه لحساب نفسه تحت اقدارة نفسه يعني ما هو الشغال عند حد بمعنى ايه دلوقتي انا عندي محل عندي تاكس عندي عندي هل انا كده شغال عند حد لا طبعا طب هو ليه ما يطبقش عليه القانون هو طبعا هيخضع على قانون تانية لكن ليه ما نطبقش عليه قانون العمل لانه مش طبع لحد اصلا عشان اطبق قانون العمل لازم اقفه اتنين عامل وصاحب العمل انا ليه فكرة القانون قايمة على حاجتين قايمة على ايه على الجزاءات والامتيازات يعني ايه يعني دلوقتي انا لو اشتغلت كتير هاخد فلوس اكتر صح ولو جيت الشغل محافظ على وقت العمل ولو قدت عمل بكفاءة وامانة وهاخد مكافآت اما ما لو انا بشتغل لحساب نفسي جيت الشغل بادي جيت الشغل متأخر قفلت النهاردة ما حتش هيحسبني ليه لان انا بتولى امور نفسي عشان كده العمل المستقل لا يطبق عليه قانون العمل فيه النوع التاني من العمل اسمه العمل المسترق وده عمل يخضع لسلطة جماعية تاني عمل يخضع لسلطة جماعية يعني ايه سلطة جماعية؟ يعني الناس اللي موجودين في العمل دول ليهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات عشان كده مفيش حد تابع لحد كمان عندنا النوع التالت بقى وده اللي احنا بنتكلم عليه العمل التابع يعني ايه عمل تابع؟ العمل التابع هو العمل اللذي يتم تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب عمل تاني العمل التابع ده عمل بيتم تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب عمل مقابل اجر يعني لازم بقى فيه تابعية اذا القانون العمل اللي انت هتدرسه ده ان شاء الله ده بيتكلم على العمل التابع يعني ده يطبق فقط على العمل التابع طيب هو فيه حد بيتطبق عليه القانون ومحدش بيتطبق عليه القانون هل القانون ده بتطبق على ناسه وتطبقش على ناس طبعا اي قانون في الدنيا بيتطبق على بعض الفئات ويستسنى منه بعض الفئات الأخرى طب قانون العمل بقى قائم على فكرة الاستبعاد يعني إيه الاستبعاد بص أنا للوقتي لما أجي مثلا أقول قانون ده يتطبق على 1 2 3 4 5 6 لا قانون العمل قال إيه قال أنا هستبعد 3 هستبعد 3 فئات مش هطبق عليهم قانون العمل طب والباقي هيتطبق عليه قانون العمل تاني هنستبعد 3 فئات التلاتة اللي هنقولهم دول هيبقوا غير خاضعين لقانون العمل غير خاضعين لقانون العمل من الفئة الدول اول فئة عندي جميع العاملين في اجهزة الدولة والحكم المحلي والاداري يعني اي موظف يبقى غير خاضع لقانون العمل طب ليه ما احنا قلنا اللي شغال في الحكومة ده قطاع عام اما قانون العمل بيطبق على القطاع الايه على القطاع الخاص طيب يبقى دي اول فئة الفئة التانية عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم عمال الخدمة المنزلية واللي في حكمهم اللي زيهم يعني ده مش هيتطبع عليه قانون العمل كمان اسرة صاحب العمل اذا كان يعلهم يبقى انا عندي ثلاث فئة دلوقتي مش هنتطبع عليهم القانون طب يا مستر انا هستفيد ايه بالكلام ده اولا تستفيد ان انت لما تطلع تشتغل وتلطحك بسوق العمل داخل المصنع وانت كلك ثقة وعرف حقوقك وواجباتك اللي هنقولها دلوقتي داخل المصنع وانت راجل مصقف جاي من تعليم تجاري حافظ المنهج بتاعك بتطبقه في الحياة العملية كده انت هتبقى ما بتجهلش بالقانون مش حاجة اسمها انا ما اعرفش اصلا انا مقلاق انت بتدرس المادة دي او مش المادة دي على سبيل المثال انما المواد التانية كلها اللي بتدرسها بتربطك بالمجتمع وسوق العمل اللي انت بتبقى تابع فيه طيب عندنا كمان اه طواقف ما بتطبقش عليها قانون العمل يعني ايه طواقف ايه الفرق بين الفئة والطواقفة طواقف دي مجموعة صغيرة كده ما بنطبقش عليها قانون العمل خلي بالك اي فئة او اي طواقفة لا يطبق عليها قانون العمل ليه ما بتطبقش عشان هي لها قانون تاني بتطبق عليها مثال الطواقف زي مين العمال البحريون يعني العمال البحريون اللي بيشتغلوا على السفن طب ليه مستر ما بنطبقش عليهم ما عندهم عمل خاص وتبعين وهو هقولك ليه لان احنا عندنا قانون اسمه القانون البحري وطالما فيه قانون بحري ما نفعش اطبق على العامل حاجتين قانونين لا هو قانون واحد يبقى طواقف زي مين؟ العمال البحريون عمال المناطق الحرة مؤسسات الصحفية الخاصة مؤسسات التعليمية الخاصة كل دول طواقف لا تغضع لقانون العمل طيب هنا مستر لو رحت اشتغلت في مكان والأجر مش عجبني أو الآلات اللي أنا بشتغل عليها فيها مشكلة أو المكان اللي أنا فيه مفروس تهوية من حق الاعتراض يعني أنا ممكن اعترض ممكن اعترض على صاحب العمل آه ممكن تعترض على صاحب العمل وهنا القانون استحدث مادتين مهمين جدا قانون رقم 12 لسنة 2003 استحدث لنا مادتين حق اسمه حق الاضراب وحق الاغلاق ايه ده؟ هو أنا لو في شغل أنا ممكن اعمل اضراب طبعا بس بالقانون وهناعب دلوقتي الاضراب بالقانون يتعامل ازاي؟ الاضراب يعني ايه؟ يعني أنا اروحي الشغل كده اعمل اضراب لا طبعا الاضراب ده معناه امتناع جميع العاملين امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين بيه لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل لأ.. واحدة واحدة يعني ايه الكلام ده يعني انا من حقي ان انا اعمل اضراب في الشغل والاضراب ده بعمل اضراب عن العمل المرتزم بي العمل اللي انا اين بيه بس تمان لأسباب مهنية يعني ايه اسباب مهنية اسباب مهنية او اقتصادية او اقتمالية اسباب تخص المكان اللي انا فيه تخص المهنة اللي انا بشتغل فيها دون رضاء صاحب العمل يعني ايه دون رضاء صاحب العمل مش محتاج رضاء صاحب العمل سواء كان الرضاء ده رضاء ضمني او رضاء صريح يعني انا هعمل اضراب اه غصبا عن صاحب العمل دون رضاء يعني غصبا عنه طيب يبقى الاضراب هنا بس خلي بالك بقى من التعريف بنقول ايه اضراب جميع العاملين هي تفرق اه طبعا يعني ما كونش انا في مكان وهم عامل اضراب لوحدي كده مش اضراب كده غير قانوني في الاضراب لازم الاضراب هنا يبقى جماعي طب ليه جماعي طب ما ده حقي انا هقولك ليه جماعي الجماعية تعطي شرعية في المطالب حتى لو المطالب دي مش شرعية تاني الجماعية هتدي شرعية للمطالب حتى لو المطالب دي مش شرعية بمعنى ايه لو احنا في بصل مثلا واحنا في البصل ده تلاتين تمانية وعشرين بنت بيقولوا احنا مش رامين من المس كده لو بنزلوا رشتكم هنا معهم دعم في الجماعية فلو احنا عندنا اضراب لازم بقى الاضراب جماعي يبقى الاضراب لازم يكون ايه دفوا عليكم لازم يكون الاضراب جماعي كمان لازم يكون عن العمل الملتزمين به يعني احنا ما نيجي نعمل اضراب نبدو نضرب عن الحاجة اللي احنا ملتزمين بيها ويكون للدفاع عن المصالح المهنية او الاقتصادية او الاجتماعية اللي تخصت للشغل بتاعنا دون بضاء صاحب العمل يعني احنا مثلا هنيجي الصبح كده واخن مثلا نشغللين ربعين واحد في مكان مناشم زاجي نشتغل نعمل اضراب لا طبعا ليه القانون برضو ما سابش ليه قانون اهتم بالموضوع ده ليه زي ما القانون واقف في صف العمل برضو القانون واقف في صف صاحب العمل يعني ايه ما هو القانون جاي ليه القانون جاي عشان ينظم العلاقة ما بين العمل ورأس المال المستصمر تاني قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستصمر يعني ايه مين اللي بيقوم بالعمل العامل مين اللي معه رأس المال الاستثمار صاحب العمل فالقانون لازم كمان ما يخوفش الاستثمار دوت عشان نجذب الاستثمارات لازم اشجع صاحب العمل على الاستثمار طيب بنقولي بنقول في الاضراب هنا اما نيجي نعمل اضراب احنا قلنا حق الاضراب حق سلمي وهو حق سلبي بتاخد حقك بيه الكلام ده كله لكن نيجي نعمل اضراب بنعمله ازاي اه هقولك ازاي اي شغل في الدنيا اي شغل قانوني لانقابة يعني ايه لانقابة يعني مثلا الناس العاملين في السكة الحديد لهم نقابة اسمها نقابة العاملين في السكة الحديد الناس العاملين بالمعلمين نقابة المعلمين وهكذا يبقى اي مكان لانقابة فالقانون قال ايه عشان تعمل اضراب لازم الاضراب يتم عن طريق النقابة يبقى اي اضراب هيتم عن طريق النقابة اني نقابة النقابة اللي انا تابع لها اللي انا تبع لها بالشغل بتاعتي يبقى الاضراب ده يتم عن طريق النقابة النقابة بقى تختر مين رفو عليكم هتقول لصاحب العمل والله يا صاحب يا عمل عندك اضراب في اليوم الفلاني هتحديله معادل اضراب وطب ويه كمان واسباب الاضراب يعني شوف اللي بيحصل كالقاتي ان النقابة بتبعت لصاحب العمل تقول له الحق العمالة يعمله اضراب بسبب كذا هتقول له الاسباب وتقول له كمان يوم كذا بس بشرط لازم تبلغ صاحب العمل قبلها بعشر ايام على الاقل قبلها بقى ديه بعشر ايام طب بتبلغوا ليه قبلها بعشر ايام عشان يعمل حسابه مهد الوقت هي هتبعت له تقول له العمالة يعمله اضراب عشان عايزين يزوده الاج ييجي صاحب العمل طب يا جماعة انا هزود لكم الاج يبقى ايزا مابش هنا داعي للايه مابش داعي للاضراب يبقى هنا النقابة ما بتدي له فرصة والاختار يوصل له ابلاب عشر ايام ابلاب عشر ايام يبقى هنا صاحب العمل بيقدر بيقدر ان هو لو حاب ينفذ مطالب العمال من حق ان هو ينفذها كده يبقى مفيش داعي للاضراب بس بنقول للعمال بقى خلي بالك من الحتة دي الحتة دي مهمة جدا pek هيجب Medicine يعتبر الاضراب اجازة بدون اجل يعتبر الاضراب اجازة بدون اجل حد هيقول ايه طب ما القانون حاطت الحتة ديت عشان صاحب العمل يستفيد ما ومش هيدفع لا اطلاقا ده القانون حاطتها لحماية العامل اه طبعا لحماية العامل هقولك ليه لما القانون يقول يعتبر الاضراب اجازة بدون اجل سبنا بقى من الاجل دلوقتي خلنا في الكلمة اللي قبلها يعتبر اجازة احنا عندنا مادة في القانون العامل بتقول ايه اذا تغيب العامل اذا تغيب العامل 15 يوم متصلة يتم فصله من الخدمة تغيب قد ديه 15 يوم متصلة يعني وراء بعض يتم فصله من الخدمة تخيل بقى القانون ما كانش قال حتة ان الاضراب يعتبر اجازة بدون اجل وكان العمال اللي يعمله اضراب والاضراب ده ساعات ممكن يقعد شهر كانوا الكتبوا غياب كان بالقانون يتفصلهم القانون اللي احماهم هي الكلمة بتاعت يعتبر الاضراب اجازة بدون اجر الكلمة دي حمة العمال هتغيب اه انت مش هتاخد اجر لكن في نفس الوقت مش هتحسب غياب ده يعتبر اجازة طيب برضو ده الاضراب لكن برضو القانون ما بيسيفش حاجة رجع على ايه قال يا جماعة خلي بالكم من حق العامل ان هو يضرب لكن هناك منشآت ممنوع فيها اطلاقا الاضراب يعني ايه ما ينفعش نعمل فيها اضراب زي ايه قالك اي منشآت منشآت حيوية واستراتيجية حيوية يعني تأثر على حياتنا احنا واستراتيجية تهم الامن القومي للبلد بمعنى ايه المنشآة الوقتي الوقتي مثلا العمال احد العمال في المطافي او الاسعاف او المستشفى تعمل اضراب هو من حق الاضراب لكن الاضراب ده يأثر علي انا انا بعيد عن الموضوع يأثر ولا ما يأثرش اه طبعا يأثر يأثر ليه لان هنا هيخص حياتي انا عايزك تتخيل كده العاملين باحدة المستشفى تعمل اضراب ده كده ممكن يكلفنا الارواح صح العاملين باحدة اللي عاملين في الاسعاف عمل اضراب طبعا لما يعملوا اضراب فيها مشكلة جامدة يبقى الحاجات دي منشآت ممنوع فيها الاضراب كمان منشآت الامن القومي المواني المطارات المنار كل دي ممنوع فيها الاضراب طبعا القانون هنا ما بيسيبش حاجة للظروف فقال الاضراب حق سلمي وسلبي للعامل لكن في منشآت ما نعملش فيها الاضراب طيب احنا ما قلنا المواد اللي استحدثها القانون كان استحدث مادتين حق الاضراب للعامل وحق الاغلاق لصاحب العمل يعني ايه الاغلاق هل من حق صاحب العمل اغلاق المنشآة في اي وقت لا هو مش في اي وقت هو القانون عمل تقنين للموضوع قال ايه اذا كان صاحب العمل يمر بظروف اقتصادية صعبة او حالته الصحية صعبة القانون اداله الحق في اغلاق المنشآة سواء كان بشكل جزئي او بشكل كلي تاني اللي هو بنسميه اغلاق جزئي او اغلاق كلي يعني ايه يا مسترها يغلق جزئي ويغلق كلي هقول لك يعني ساعات صاحب العمل باللغة بتاعتنا بقى ساعات صاحب العمل ببقى عنده رقود اقتصادي مبيعات بتحقق اه ارقام قليلة الارباح بتقل اه مش قادر يبدي فلوس للعمال طب ها يعمل ايه هيخصف فالقانون قال له لا من حقك انت تغلق المنشآة طيب الاغلاق ده هيبقى بردو كده عشوائي لا طبعا حكومة او القانون جاء حدد جهة اسمها اللجنة المختصة او الجهة المختصة للاغلاق ده انا صاحب منشآة وعايز اغلق ببعت طلب او اختار للجهة الجهة المختصة بقول لها انا عايز اغلق المنشآة وفي الطلب ده بقول لها اسباب الاغلاق ومش كده وبس كمان وعدد العمال المرادل استغناء عنهم انا لما اغلق العمال دول هيمشوا فانا عايز ابعت لهم اقول لهم عدد العمال المرادل استغناء عنهم واللجنة لازم ترد على صاحب العمل القانون حدد قديه تلاتين يوم عشان ترد يعني انا صاحب عمل هبعت الاختار في اسباب الاغلاق وعدد العمال واللجنة تدرس ولما تدرس اللجنة ترد على صاحب العمل بس في خلال 30 يوم على الأقصر يعني بعد 30 يوم المفروض اللجنة تكون ردت عليه لكن في خلال المدة دي يحظر أن صاحب العمل ده يستغنى عن أي عامل إلا لما يجي على الجهة المختصة طيب تعال بقى يعني إيه بقى أنت قلت يا مستر أنه ممكن يعمل إيه إغلاق جزء وإغلاق كله إغلاق كله وعرفنا إيه في المصنع يمشي العمال أمال الجزء ده يعني إيه الجزء ده معناه أنه هو يقدر مثلا لو عنده 100 عامل والظروف الاقتصادية صعبة شوية يمشي 50 ويسيب 50 أو من حقه تخفيض الأجر يعني إيه وخلي بالا استحالة أن صاحب العمل يخفض أجر العامل أو يغير حاجة في العقد إلا في حالة واحدة بس في حالة الإغلاق من حقه أنه هو يعدل عقد العمل غير كده لا يعني إيه مثال بسيط كده أنا وقت اشتغلت في مصنع الأجر بتاعي 2000 جنيه أو 3000 جنيه ده اللي مسكور في العقد وده اللي أنا مضى عليه العقد إيه جا صاحب العمل قال والله إحنا الوقتي في حالة إغلاق في حالة إغلاق فمضطرين معلش يعني إن إحنا نخلي الأجر 1500 ده القانون مدي له الحق في كده لكن في نفس الوقت برضو القانون إدى الحق للعامل بفسخ العقدة تلقائيا لا لا يقولك لا أنا مش عايز أجري ينزل أنا همشي ده مش كده وبس كمان والقانون ألزم صاحب العمل بدفع حاجة اسمها مكافئة إغلاق يعني لو أنا ماشي من الشغل هاخد مكافئة اسمها مكافئة إغلاق طب إيه مكافئة الإغلاق القانون قال هيتحسب لي شهر مكافئة عن أول خمس سنين شهر مكافئة عن أول خمس سنين وشهر النص عن المدد الباقية يعني كمان همشي واخد مكافئة دي كده الجزء الأولاني بتاع تعريف قانون العمل ونطاق تطبيق قانون العمل وده الحاجات دي تستفيد بيها عشانه وانت رايح الشغل تبعي في حقك واجباتك نبتدي كمان في جزء تاني خليك معايا كده بقى سوا هنبتدي نخش في حلقات العمل الفردية بين صاحب العمل وبين العاملين المصريين والأجانب والمعوقين وهنبين مفهوم عقد العمل وشروطه وبيناته طيب احنا قلنا هنا بنقول ايه ان الجزء ده هنوضح علاقات العمل الفردية يعني علاقة العمل الفردية عقد العمل الفردي ماهنا لما راح اشتغل في مصنع كده انا اسمه علاقة فردية سواء انا هشتغل في مصر او هشتغل خارج مصر او حد من الخارج هيجيلي او هنتكلم على زاوي الاعاقة ايه القانون نظملهم عملهم ازاي طيب احنا هنتكلم الاول على تشغيل الاجانب في مصر يعني ايه هو مين الاجنبي اصلا الاجنبي الشخص اللي مش من عندي او لما انا راح بلد تانية يبقى انا الاجنبي انا اللي مش من البلد يعني نظام تشغيل الاجنبي في مصر هل القانون اه خد باله من حدة الاجانب طبعا وعمل تشريعات مهمة جدا جدا هنعرفها دلوقتي اللي جاي اللي من بره يشتغل القانون حدد له بعض الحاجات وبعض القوانين قال له طبعا هو اللي جاي من بره ده هيجي يدور على شغلة عندي لا طبعا القانون قال لا لازم يكون جاي مع شغلة عشان كده القانون قال ايه فيه تلات شروط عشان الاجنبي يشتغل جوة مصر لازم التلات شروط دول طب ايه هما الشروط اللي بتجوعة الاجانب تشغيل الاجانب في مصر لازم يكون معاه تصريح عمل يعني ايه تصريح عمل يعني جاي من البلد بتاعته معاه تصريح انه يشتغل هنا او معاه بنسميه تصريح عمل جاي على شغل يعني لازم يبقى كمان معاه محل اقامة يبقى حكتين هم تصريح عمل ومحل ايه ومحل اقامة ومبدأ المعاملة بالمثل طيب تصريح العمل ومحل الاقامة في منهم هم مال ايه مبدأ المعاملة بالمثل حد يقول اه انا عامل المصريين زي الاجانب لا المبدأ مش معناه كده وما المبدأ معناه ايه معناه الدولة اللي هتشغل مصريين احنا كمان هنشغل الناس من عندها طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل طيب في دول هتقول انا همنع دخول الاعمالة المصرية عندي بوحتك وانا كمان لما يجي لعمالة من عندك همنع الاعمالة ده اللي اسمه مبدأ او تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لكن لو انا اللي محتاج يعني ايه لو انا اللي في حاجة للعمالة دي والدولة دي ما بتشغلش مصريين ساعات ساعات احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة في المثل احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل يبقى الاجنبي ما بيجيش اشتغل كده لا الاجنبي بيجي معه تلات حاجات معه تصريح عمل مع محل اقامة معه كمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والاجنبي لما بيجي بنقول له لو سمحت تلات مهن ما تجيش جنبهم تاني تلات مهن ممنوع الأجنبي يشتغل فيهم في مصر ايه تلات مهن دول أول حاجة الإرشاد السياحي الإرشاد الايه السياحي والتخليص الجمروجي والرأس الشرقي تاني تلات مهن الأجنبي ممنوع يشتغل فيهم احنا بنقول للأجانب يما تيجي تشتغل تعال اشتغل وهات الحاجة اللي طلبناها منك لكن او عتفكر ان انت تشتغل في التلات مهن دول ايه هما التلات مهن دول الإرشاد السياحي التخليص الجمروجي والرأس الشرقي لكن في مهنة التخليص الجمهوري يستسنى الاخوة الفلسطينيون من هذه المهنة همتعملوش معاملة الاجانب يعني ممكن يشتغلوا في التخليص الجمهوري دول اللي هم الاخوة الفلسطينيين الاجنبي لما يجيلي ودي له التصريح في حاجات بتحكمني يعني ايه يعني انا مثلا مديش تصريح لاجنبي في حاجة يزاحم فيها الايد العاملة المصرية يعني مش هلاقي اجنبي سواء تاكس صح مش هلاقي ليه دي مهنة يعني هي مهنة كتير او المصرين بيشتغلوا فيها واكل عيشهم ما جيبش انا حد اجنبي يزاحم المصرين دول في اكل عيشهم فدي بتتقال كده يعني كمان اه هو انا الوقتي لو عندي مصنع مسموح لي اجيب كم اجنبي هل اشغل بمزاجي لا طبعا القانون قال لا يجوز تشغيل اقصر من عشرة في المية من عدد العمال اجانب يعني ايه يعني انا عندي مصنع في الف عامل مصنع في الف عامل والالف العامل دول مصريين مسموح لي فقط اشغل نسبة عشرة في المية منهم اجانب يعني اضرب الالف في عشرة على مية يبقى يديني مية عامل اجنبي مش مسموح لي اكتر من كده يبقى انا مش مسموح لي ان انا اشغل اكتر من عشرة في المية اجانب كمان يفضل الأجنبي تشغيل الأجنبي المولود على أرض مص يعني لو عندي واحد أجنبي اتولد في مص ده ببقى ليه الأولوية في التشغيل طيب برضو القانون ما سابش الموضوع الأجانب لحد كده عمل ايه قال خلي بالك يا أجنبي هتعمل حاجة من واحد اتنين تلاتة هننهي العقد بتاعك ونلغي لك التعاقد وممكن نوحي لك على بلدك اللي هو القانون قال هناك حالات لإنهاء العقد زي ايه إذا تم الحكم عليه في جناية مخلة بالأداب أو الشرف لو الأجنبي ده اتحكم عليه بجناية مخلة بالأداب أو الشرف بيتم إلغاء العقد بتاعه الأجنبي ده كمان لو مامس عمل غير الملخص ليه يعني هو معطل خيس عمل مثلا يعني وكشغل جاي اشتغل في مصنع تلاني شغل في مصنع وفندق لا انت كده جاي بتاخد فرصة عمل واحد مصري يعني القانون سمح لك تشتغل في مهنة لا انت تشتغل في مهنة واحدة وانهي مهنة المهنة اللي انت ااخد بيها تنخيص العمل بتاعك يبقى احنا كده عندنا لو انت اتحكم عليه بحكم جناية هينرحله لو مارس مهنة غير الملخص لها كمان لو مس الأمن القومي لو عمل حاجة من شأنها تمس الأمن القومي يعني ايه تمس الأمن القومي يعني حرض العمال على التظاهر حرض عمال على ادراب زعزعت الأمن القومي كل ده منقوله لا لو سمحت بالسلامة فعدك ماني اتفضل على البلد اللي انت جاي منها ده بالنسبة لتشغيل الأجانب في مصر بصوا القانون اخدنا في رحلة ازاي تشغيل الأجانب في مصر وبعد كده هنعمل ايه تشغيل المصريين بالخارج الله طب هو انت مستر بتقول كل دولة لها القانون بتاعها طب وانا مشاغ اه لا احنا هنتكلم على المصري من اول ما يمسك عقد العمل هنا عندنا في مصر لحد ما يروح المكان اللي شغال فيه وهو راجع كمان اما تطبيق القانون في البلد التاني احنا مانناش علاقة به طيب اه نتكلم على المصري اللي هيشتغل برا قبل ما نتكلم على المصري اللي هيشتغل برا مين اللي هيشتغل المصري ده ممكن تكون الدولة ممكن توممكن نعم احنا منتكلم على العمل الخاص يبقى عندنا شركات تزاول الحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج هنا القانون بقى اهتم بالشركات دي جدا ليه لان الشركات دي ممكن تكون فخ للعمال يعني ايه فخ العمال يعني شركة تجيب عقود عشان تشغل مصريين وبعد كده نشتري العقود ونروح البلد التانية طبعا خلاص كنا احنا بقى نكتشف ان العقود دي عقود وهمية عشان كده القانون اهتم قوي 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 بالشركات دي لدرجة ان هو عمل ايه قال عشان تعمل شركة تشغل المصريين بالخارج اولا لازم يكون للمقار المكان المقار ده هو المكان لازم بقى فيه شروط طب ايه الشروط ديك قال لك اول سرط ان يكون المكان دائم ومستقل المكان ايه دائم ومستقل يعني المكان اللي انت فيه ده مكان ثابت المكان كله شركة لتشغيل المصريين كمان ايه يتم وضع تصريح الرخصة يعني في مكان ظاهر يعني الرخصة اللي انت اخدها هتتحط في مكان ظاهر عشان اللي داخل عندك يشوف الترخيص يقوم قلبه يتطمن ويععف ان الراجل ده ماشي قانوني نحط كمان اه لائحة لائحة بالموعيد موعيد حضور الانصراف والغلق والفتح والكلام ده كله كمان لا يقل مساحة الشركة عن 80 متر مربع وبيتم وضع بيتم وضع الترخيص في مكان ظاهر وان الشركة ما تخلفش القوانين طيب انا بقى عايز اشتغل برا القانون قال ليه الشركة اللي هتشغل المصريين برا لا تتقاضى اكتر من 2% لا تتقاضى اكتر من 2% من عقد السنة الاولى يعني ايه يعني لو انا اشتغلت برا والشركة دي جابت العقد ما تاخدش عمولة اكتر من 2% فقط من عقد السنة الاولى طيب كمان القانون الزم صاحب العمل صاحب العمل مش الشركة بقى ان ان صاحب العمل ده يتحمل صاحب العمل يتحمل هيتحمل ايه مصاريف الصفر من مك من مك مكرة تعاقد لمحل العمل يعني من المكان اللي انا مضيت في العقل لحد المكان والعكس ويرجعني تاني طيب ده بالنسبة لتشغيل الاجانب هل القانون اهتم بي المعوقين او زو الاحتياجات الخاصة طبعا ده القانون عمل مجموعة من الحقوق والقواعد والامتيازات للمعوق طب تعالى كده نعرفها الاول هو القانون عرف المعوق قال ايه هو كل شخص اصبح غير قادر على العمل او مزولة عمل اخر او الاعتماد على نفسه بسبب عجز منذ الولادة يعني بيعرفنا ان الاعاقة لازم تكون من امتى منذ الولادة طب هل المعوق دوت يعامل معاملة الاسوياء اه طبعا يعامل معاملة الاسوياء ده مش كده وبس كمان ده القانون قال ايه قال هناك بعض الحقوق للمعوق المؤهل يعني ايه مصطب المعوق المؤهل ما هو احنا عندنا نسبة العاقة عالية جدا ففي معوق يقدر يشتغل ومعوق ما يقدر ش يشتغل المعوق اللي يقدر يشتغل ده اللي هنأهله لسوق العمل عشان كده اطلقنا عليه المعوق المؤهل طب ما له بقى المعوق المؤهل ده ده لي حقوق غير الاشخاص الاسوية طب حقوق زي ايه اول حاجة القيد في مكتب القوى العاملة التابع ليه يعني كده كده هيتأيد في مكتب القوى العاملة وكمان هياخد شهادة من الشؤون او وزارة التأمينات الشهادة دي فيها ايه الشهادة دي فيها المهنة اللي يجدها وتتناسب مع عاقته يعني المهنة اللي المعوق ده تضرب عليها والمهنة دي تناسب العاقة عنده كمان المعوق من ضمن الامتيازات اللي اخدها انه يعفى من الكشف الطبي ويعفى من الاختبارات يعني ايه يعني المعوق ولا بنلزم انه هو يقدي كشف طبي ولا بنلزم انه هو يختبر برضو يعني ايه يعني ما يجي يوح يتعين في مكان يعني مثلا شركة عاملة هتدخل ناس او هتعين ناس فعايزة خمسين متقدم ألف فهتعمل اختبار المعوق لا بيخش بنسبة معينة ملوش اختبار ولا ليه كمان كشف طبي يبقى يعفى المعوق من حكتين الاختبار والكشف الايه والكشف الطبي طيب هل المعوق ليه حول اه لا يجوز حرمان المعوق شوف القانون قال ايه شوف قانون العمل قال ايه لا يجوز حرمان المعوق من اي ميزة يحصل عليها الاسوياء يعني ما بيحسس المعوق انه معوق لا في الشهر بتعامل هو دي امتيازات عن الاسوياء بقى يعني شوف ازاي هو الامتيازات عن الاشخاص الاسوياء لكن ما بيتحرمش من اي ميزة ياخدها الصخص الساوي طبعا والدولة الزمت نفسها بتشغيل المعوقين يعني ايه الزمت نفسها يعني ايه حكيت قالت في القانون ايه الجهات الملزمة بتشغيل المعوق اول حاجة الجهاز الاداري للدولة الحكومة قطاع الاعمال وقطاع العام هنا بقى نيجي بقى للنقطة المهمة الدولة قالت اصحاب الاعمال يعني اصحاب الاعمال كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل ويعمل لدي خمسين عامل فاقصر فهو ملزم بتشغيل نسبة خمسة في المية من المعوقين يعني ايه يعني المعوق بتعين في اي شركة بنسبة خمسة في المية من عدد العمال اللي موجودين بشرط ان يكون المكان ده فيه اكتر من خمسين عامل يعني لو انا عندي مصنع والمصنع ده في مية في متين في تلتمية انا بعمل ايه بضرب النسبة يعني الخمسة في المية وشغل عدد العمال طبعا هنا الدولة عملت كده ليه عشان تشغل اكبر قدر من المعوقين في سواء في الكطاع العام او كطاع الخاص او كطاع الاعمال لان المعوق ده طالما معوق موهل معوق ده برضو محتاج اه عنده بيت ومحتاج مصاريف معيه شواوى لازم الدولة تقف جنبه تقف جنبه ازاي عملت له نسبة من التعيين طبعا النسبة دي مش موجودة عند الاسوياء لكن موجودة عند المعوقين ايه هي النسبة دي نسبة خمسة في المية من المعوقين يشتغلوا في اه اي جهات سواء القطاع العام او القطاع الخاص الخاص القانون الزم الشركات ان يتعين نسبة خمسة في المية ده بالنسبة للمعوق طيب هو انا بقى لو جيت اشتغل في مصنع حد يقول لي انت عملت قول قانون ومش قانون وانا شغال في الحتة الفلانية ولا بنشوف الكلام ده اصلا ولا بناخد حقوقنا ولا 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 طب استنى بس سألك سؤال هل انت عامل عقد لا مش عامل عقد يبقى خلاص ما تتكلمش على حقوقك لطالما انت مش عامل عقد يبقى لا تفعل الحقوق لان القانون قال ايه عندنا بقى بداية الرحلة اللي انت هتبتدي فيها الشغل لما تروح تشتغل في مكان والله هتشتغل بالبطاقة خلاص يعني انت مهدد في اي وقت ان انت تمشي انما لو انت اشتغلت بعقد العقد ده يجيب لك حوك هو يعني العقد اصلا عقد العمل الفردي ده عقد بيتعهد بمقتدال عامل ان يعمل تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب عمل مقابل الاجر يعني انت هتشتغل عند حد العقد اللي انت هتنضيه ده مش ببلاش مقابل اجر لكن في مقابل الاجر ده هتلتزم بان انت تسمع كلام وتمشي تحت توجيه واشراف صاحب العمل يبقى انت هنا هتاخد اجر حد هيقول لي هو في عمل ببلاش ما كل العمل باجر لا اقولك لا في عمل ببلاش العمل التطوعي وده القانون ما لوش علاقة بيه احنا بنتكلم على حقوقك انت لما تشتغل في مكان يبقى العقد ده هو العقد اللي يجيب لك حقك عقد العمل العقد اللي هتاعد في العمل بان يعمل تحت اضابط واشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل اجر طب هل العقد ده ليه شروط طب هو انا لو ما جبتش مستندات للعقد ده ممكن ما اشتغلش هو انا لو ما عيش شهادة ميلاد ممكن ما تعينش في المكان ده هو انا لو ما عيش بطاقة ممكن صاحب العمل ما اشغلنيش هو انا لو ما عيش موهي الدراسي كل اللي انا قلته ده ان شاء الله بازن الله هنجاوب عليه في الحلقة القادمة باذن الله من برنامجنا في بيتنا مدرسة والمستقبل للتعليم الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته